بسم الله الرحمن الرحيم زيرو تسعمائة تسعة خمسمائة او ما بعتش ميسجز على سبعتاشر خمسة وتسعين يبعت لنا دلوقتي لان احنا قدامنا تقريبا ساعة تقريبا ساعة بعد الساعة دي سيتم السحب سيتم السحب على اول فائز حيسافر لمشاهدة مباراة النادي الاهلي مع منتيري المكسيكي ان شاء الله في خلال الساعة القادمة انا هيكون عندي انترو دلوقتي هتكلم فيه مع حضراتكم وبعد كده هيكون عندي فقرة نتكلم فيها عن امور كثيرة جدا تخص النادي الاهلي وتخص منتخبنا الوطني بعد هذه الفقرة هيكون عندنا الفائز الاول ان شاء الله على الهواء مباشرة يعني ايه يا اسلام على الهواء مباشرة يعني انا هقف على الشاشة اللي هناك دي هتلينا الشاشة سمير لو سمحت على الشاشة اللي هناك دي وهقف على الشاشة والارقام هتطلع هقف عليها والارقام هتطلع قدامي وهقف عليها والارقام هتطلع قدامي وهقف على الارقام كده تحت وفوق تحت وفوق لغاية لما نصل لرقم إن شاء الله هيكون هو الرقم الفائز معنا في مسابقة اليوم أو في هذا الأسبوع الأسبوع الأول هيكون معنا المتصابق الأول فما تكسلوش أنا مش عايز أقول لكم الأعداد عاملة إيه علشان ما نتحسدش إحنا كأهلوية فأنا عايز حضراتكم بإبعاثوا أكتر إبعاثوا على ميسجز على 1795 أو إتصلوا من أي رقم أرضي على 09009500 الساعة اللي جاية دي فارقة فيه حاجات كتيرة جدا جدا حاستنى الميسجز والتليفونات حضراتكم تبعتوها علشان إن شاء الله يكون الاختيار من كل الميسجز اللي مبعوثة بقالها من يوم بدأت المسابقة وحتى الآن وعلى الهواء مباشرة سيتم سحب من هو الفائز في أول أسبوع في مصابقة الأهلي في المونديال هيروح رحلة هندفع فيها كل حاجة كاملة الأوصاف زي ما بيقولوا هنأمل فيها كل حاجة وحييجي معنا يتفرج على مباراة النادي الأهلي ضد منتيري المكسيكي إن شاء الله يوم 5 فبراير حتى الآن يعني غيرت لما تشوف إلا هيحصل خلال الفترة القادمة طيب هنتكلم في النهاردة عندنا كلام مهم قبل بس ما أبدأ أتكلم فيه الكلام اللي عايز أتكلم فيه مع حضراتكم عايز أقول لكم إن شاء الله أن احنا بعد ما نسحب من اللي هيكون الفائز الأول في الأسبوع الأول هنقول لحضراتكم سؤال الأسبوع الثاني طب إمتى هنسحب يوم الأربع اللي جاي هنسبق يوم الأربع اللي جاي اللي زي النهاردة هنسحب من سيكون المتسابق أو من سيكون الفائز الثاني على الأرقام دائما 0909500 ده على من أي خط أرضي أو 1795 على من أي ميسج تبعت أي ميسج على هذا الرقم إن شاء الله ده هيكون ما بين الجزء الثاني والجزء الثالث في هذه الحلقة ترجمة نانسي قنقر